تين هينان ملكة الطوارق الجزائرية التي استغلت جمالها ودهاءها وقلدت النمل دفاعا عن شعبها عندما هربت الاميرة تين هينان من زواج ارغمها عليه والدها لم تكن تعلم انها ستصبح اسطورة والام العرابة لقبائل الامازيغ المنتشرة في شمال افريقيا هي المرأة الجميلة والذكية التي حكمت جزءا كبيرا من القارة الافريقية بدهائها وحكمتها يعرفها العديد بلقب ام الطوارق التي انبثقت منها قبائل الطوارق بعدما استقرت قرب بيراك مياه تسمى تركا ومنها جاء اسم التوارق نعود في هذا التقرير الى القرن الرابع الميلادي لنروي قصة الملكة الام والسلف الاصلي للطوارق قوية وجميلة وحكيمة ولا تهاب الصحراء هي امرأة اسطورية نعرفها اليوم من خلال التقاليد الشفوية للطوارق التي تصفها بالمرأة الجميلة والقوية لا توجد كتابة تثبت وجودها وتم تناقل حكايتها من جيل الى جيل اخبرنا اسلافنا عن الملكة تينهينان وكان اجدادهم هم من اخبروهم عنها انها الام المؤسسة لمجتمع الطوارق والاساس المتين لهويتنا الامازيغية هكذا يقول العديد من السكان الاصليين من الطوارق في تامينراست يصورونها ملهمة وامرأة جميلة لا تقاوم طويلة مع وجه لا تشوبه شائبة وبشرة مضيئة وعيون ضخمة وانف ناعم تقول الرواية الموروثة ان والدها قرر تزويجها بامير افريقي فرفضت وهربت على رأس مجموعة من الجنود بصحبة خادمتها وبعض الروايات تقول اختها تاكمات الى ضواحي تامينراست لكن رواية تاريخية اخرى تشير الى انها هربت نتيجة هجوم شنه الامبراطور الروماني قسطنطين في القرن السابع وهو ما يتناقض مع ما كشفه قبرها من اسرار وفي كلتا الحالتين فان تينهينان هربت بحثا عن الحرية ولانها كانت كثيرة الترحال ونصبت الخيام لمن كانوا معها سميت تينهينان او ناصبة الخيام وفقا للهجة التماهاك القديمة تتبعت مجموعة من النمل فعثرت على المأكل والمشرب وانقذت عشيرتها بعدما نفدت ذخيرتها كاد الجوع والعطش يقضيان على من فر معها الى ان انتبهت خادمتها تاكمات الى مجموعة من النمل تحمل حبات قمح تبعوا النمل حتى عثروا على مخزون من الحبوب ثم امرت تينهينان بالسير عكس اتجاه النمل حتى وصلوا الى جبال اهاقار حيث عثروا على المياه والطعام فاستقرت هناك وبدأت بتشييد نواة مملكتها الجديدة وسرعان ما اصبحت اول ملكة من سكان الصحراء على من باتوا يعرفون باسم الطوارق ينحدر من مملكة هذه الملكة الجزائرية الكثير من قبائل الطوارق الموجودة حاليا في الجزائر وليبيا وبوركينا فاسو والنيجر ومالي وتشاد ولعل اكثر ما يشتهر به رجال الطوارق ملابسهم الزرقاء وانهم كانوا يغطون وجوههم وليس النساء نقلت الاساطير بداية انتينهينان كانت مسلمة لكن اكتشاف قبرها في عام 1925 كشف اسرارا عديدة منها مثلا انها عاشت في القرن الثالث او الرابع الميلادي ما يعني انها لم تكن مسلمة تم فتح القبر من قبل علماء الاثار باجراء تحقيق شامل عام 1933 كانت جثتها ملقاة على ظهرها في حين يتوجه وجهها نحو الشرق على لوح خشبي وكانت محاطة بمجوهرات عديدة من الذهب والفضة واللؤلؤ على يدها اليمنى كانت ترتدي سبعة اساور فضية وعلى اليسرى سبعة اساور ذهبية ووضع سوار اخر معها وخاتم كما كان هناك بقايا عقد كبير ومعقد من الذهب واللؤلؤ الى جانب اثار اخرى كشف هيكلها انها كانت امرأة طويلة ورشيقة وانها كانت عريضة الاكتاف وذات ساقين نحيفين ويستعرض متحف باردو في الجزائر قبر الملكة ومجوهراتها وحتى هيكلها العظمي وما زالت مجوهراتها تشكل الهاما للاكسسوارات الفضية او المذهبة التي ترتديها نساء الامازيغ حتى يومنا هذا اعتقد المحاربون الطوارق انهم كانوا من نسل تين هينان المباشر في حين كان الفلاحون يعتبرون انفسهم ذرية خادمتها تاكامات تم اكتشاف مقبرة تين هينان كما ذكر من قبل في عام 1925 وفي عام 1920 اكتشف الاوروبيون العديد من المواقع الاثرية المصرية منها قبر توت عنخ امون من قبل هوارد كارتر ومدينة اور من قبل ليونارد وولي طغت هذه الاكتشافات على المواقع الاثرية الاخرى لذا لم تحظ تين هينان بكل الاهتمام والقت بظلالها بعض الشيء عليها ولا يزال الجزائريون يحتفون بقصة كفاحها الملهمة ومن بين الطرق التي يتم بها تكريم تين هينان اليوم الاحتفال بمهرجان على اسمها وهو تكريم ليس فقط لهذه الملكة ولكن ايضا للدور الذي تلعبه المرأة في المجتمع الجزائري اليوم ولم تكن تين هينان المرأة الجزائرية الوحيدة الملهمة فقط بل توجد ايضا الملكة الامازيغية ديهيا التي حاربت الروم والعرب ونتطرق الى سيرتها الحافلة في تقرير اخر ان شاء الله